موسيقى مرحبا البرازيل بكلا عرص بكاس العالم الى قرص ولا مرة غابت عن البطولة من اول ما بلشوا فيها ولليوم ودائما بتكون شوكة بحلق كل المنتخبات اللي بتشارك بالمونديال اليوم رح نحكي شوي عن مشوار رقيسين السنبا بتاريخ بطولة كأس العالم خليكم معنا سواني وما نبلش موسيقى رح نبلش بمشاركات البرازيل من اول مونديال لنسخة 1958 لانه من بداية البطولة ولحدها النسخة البرازيل ما قدرت تاخد اللقب ولا مرة لهيك كانت مشاركاتها بهديك الفترة ضعيفة نوعا ما وما منها فايدة اول مشاركة كانت البرازيل بكاس العالم بسنة 1930 يعني من اول ما بلشت البطولة وكانت وقتها موجودة بالمجموعة التانية وكان مع بها المجموعة بولوفيا وايغولوسلافيا وقدر منتخب الايغولوسلافيا يطلع على الدور التاني والبرازيل وبولوفيا طلعوا من البطولة بالدور الاول وما فازت البرازيل الا بمباراة واحدة بس وكانت على بولوفيا بنتيجة 4-0 وبعدها رجعت اجت على تاني نسخة للمونديال بال1934 وما لعبت وقتها غير مباراة واحدة بس كانت ضد اسبانيا وبهالمباراة كان نصيب اسبانيا ان تفوز على البرازيل بنتيجة 3-1 وكمان طلعت البرازيل بسرعة من الدور الاول وبعدين اجت على تالت نسخة للمونديال بسنة 1938 وهو انضحك الخز لجماعة السلساء وقدروا يطلعوا على المربع الدهبي بس كان المنتخب الإيطالي عم يستنهون هناك وفاز عليهم وبعدين نعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وقدر انه يفوز فيها على منتخب السويد بنتيجة 4-2 نجي على نسخة 1958 والكأس الأول والفرحة الأولى لراقصين السنبا بهالمشاركة من مشاركات البرازيل بالمونديال كان لجماعة الأخضر والأصفر رأيتان فيها وضحك لهم الخز وقدروا انه ياخدوا اللقب الأول بتاريخهم مو مثل مشاركاتهم بالأول يلي ما كان لهم خز فيهم أبدا أول شيء برازيل طلعت بالمجموعة الرابعة وكان مع منتخبات روسيا وإنجلترا والنمسا وأول مباراة إلى قدرت تفوز على منتخب روسيا بنتيجة 3-0 وبعدها تعادلت مع إنجلترا بدون أهداف وطلعت البرازيل على الدور الربع النهائي وهي متصدرة مجموعة برصيد خمس نقط وبالربع النهائي لعبت ضد منتخب ويلزا اللي كان آخذ المركز الثاني بالمجموعة الثالثة وقدرت البرازيل إنه تفوز بهالمباراة بنتيجة 1-0 وهيك قدرت إنه تطلع على الدور النص النهائي لحتى تلعب ضد المنتخب الفرنسي يلي فاز على إيرلندا الشمالية بنتيجة 4-0 ومو بس هيك فرنسا طلعت الأولى على مجموعتها وهذا بيعني إنه منتخب ما نهين أبدا بس البرازيل رأسه كبير وقدروا يفوزه على فرنسا بنتيجة 5-2 وكانت هالإخسارة تقيلة كتير على الديوك وبعدها طلعت البرازيل على الدور النهائي لتلعب ضد المنتخب السويدي يلي فاز على المنتخب الألماني بنتيجة 3-1 وكانت هالمباراة النهائية بقمة الشراسة بس راقصين السنبا قدروا يفوزه بنتيجة تقيلة وياخدوا أول لقب كأس عالم لألون نسخة 1962 والكأس الثاني للبرازيل بعد ما قدرت البرازيل تفوز بنسخة كأس العالم سنة 1958 فاتت البرازيل عن نسخة اللي بعدها وقدرت تأخذ اللقب للمرة الثانية شاركت البرازيل بكأس العالم هالمرة وكان عندهم أمل كبير إنه يفوزوا باللقب مرة تانية وبالفعل هذا الشيء يلي صار بفضل اللعبين يلي كان عند يهون البرازيل بهذاك الوقت فازت البرازيل بالدور الأول على منتخب المكسيك بنتيجة 2-0 وبعدها تعادلت مع تشيكو اسلوفاكيا بدون أي هدف وبعدها كمان فازت على منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1 وهيك قدرت تطلع على الدور الربع النهائي لحتى تلعب ضد منتخب إنجلترا وتطلعوا من البطولة بعد ما فازت عليه بنتيجة 3-1 وتطلع بعدها البرازيل بكأس العالم بهالنسخة على الدور النص النهائي واللعبة ضد منتخب تشيلي وقدرت تفوز عليه بنتيجة 4-2 وهيك بتكون البرازيل وصلت على الدور النهائي ثلاث مرات بكأس العالم الأولى خسرت فيها على أرضها والتانية فازت وأخدت اللقب والتالت بهالنسخة كمان فازت وأخدت اللقب بعد ما فازت على تشيكو اسلوفاكيا بنتيجة 3-1 وقدرت ترفع للمرأة الثانية كأس العالم نسخة كأس العالم 1970 والكأس الثالث لبرازيل برازيل قبل ما تقدر إنه تاخد كأس العالم الثالث لإلى بنسخة لـ 1970 شاركت بمونديال لـ 1966 بس يا حصلها طلقت من الدور المجموعات بعد خسارتين وفوز واحد وكان هذا الشي مثل نكس كبيلة للجمهور والشعب البرازيلي يلي طمع وتعود على أربع نسخ يطلع فيهن على النهائي بالبطولة بس مثل ما بيقولوا شاءت الأقدار أنه تطلع البرازيل من الدور الأول بعد ما فازت بمباراة واحدة وخسرت بمباراتين أما بالنسبة لكأس العالم بالـ 1970 فالبرازيل طلعت شوي شوي بمباريات النسخة لوصلت آخر شي للدور النهائي لا تلعب ضد منتخب إيطاليا يلي كان أوي جدا بس المنتخب البرازيلي كمان ما كان قليل أبدا لأنه هالنسخة ما خسر ولا بأي مباراة لعب وقت ست مباريات وفاز فيهم كلهم وآخر شي أخذ اللقب على العموم طلعت البرازيل لحتى تلعب ضد إيطاليا بالدور النهائي بمباراة كل حماس وكل إسارة نلبت المباراة صراع العروش على أرض الملعب خلاص أول شوط بالمباراة بتعادوا الهدف للبرازيل وهدف لإيطاليا أول هدف للبرازيل كان من الأسطورة بيليه ورجعت إيطاليا بنفس الشوط سجلت هدف كان من روبيرتو وفاتوا الفريقين على الشوط الثاني وهن متأملين أنه ياخدوا اللقب الثالث بتاريخهم بس كان لحظ مع البرازيل وسجلوا بالشوط الثاني ثلاث أهداف بدون أي هدف للمنتخب الإيطالي لتنتهي النتيجة بأربعة واحد للبرازيل وهيك بتكون أخذت لقب كأس العالم الثالث بتاريخها وتكون أول فريق بيعملها الإنجاز طيب هلا خلينا نحكي شوي عن مشوار البرازيل بكأس العالم من بعد نسخة لـ 1970 لنسخة لـ 94 بعد ما فازت البرازيل بلقب كأس العالم سنة لـ 1970 ما قدرت أنه تاخد لقب رابع لإلى إلا بسنة لـ 1994 يعني بعد 24 سنة حاولت فيهم بخمس نسخ كأس العالم إنه تفوز باللقب بس تفشل إذا بنا نحكي عن مشاركة البرازيل بـ 1974 قدرت أنه تطلع على المربع الدهبي بس ما استفادت بشي وخسرت قدام بولندا واكتفت انه تكون بالمركز الرابع بهديك الدورة وبعدها بمونديال 1978 اخدت المركز الثاني على مجموعتها وكمان ادرت انه تطلع على المربع الدهبي وتلعب ضد ايطاليا يلي هو كمان وصيف المجموعة الاولى وادرت البرازيل تفوز على ايطاليا بنتيجة 2-1 واخدت المركز الثالث بالبطولة وبعدها بنسخة 1982 ادرت البرازيل تاخد المركز الاول بمجموعتها وتتأهل على الدور الثاني بس بعدها اخدت المركز الثاني من المجموعة اللي سموها وقتها مجموعة الموت اللي كان فيها وقت الارجنتين وايطاليا ليطلع منها البطولة ويخيب امل الجماهي اما بمونديال 1986 ادرت البرازيل تطلع من دور المجموعات وهي متصدرة مجموعتها وفازت على بولندا بالدور ال 16 بنتيجة 4-0 بس خسرت بالربع النهائي من المنتخب الفرنسي بضربات الجزاء نتيجة 4-3 وبعدها بمونديال 1990 ومثل العادة طلعت البرازيل من الدور الاول وهي متصدرة مجموعتها بس للأسف طلعت من الدور ال 16 على ايد الارجنتين بنتيجة 1-0 وهيك بيكون ضاع الكأس من البرازيل مرة تانية مونديال 1990 والكأس الرابع للسنبا رجع اللقب مرة تانية على ارض البرازيل وقدر المنتخب البرازيلي بكأس العالم هالمرة انه يجيب اللقب الرابع بعد كتير من التعب اول شي البرازيل وقعت بالمجموعة التانية مع منتخبات السويد روسيا والكاميرون وبأول مباراة لهم فازوا فيها على منتخب روسي بنتيجة 2-0 وبعدها كمان فازوا على الكاميرون بنتيجة 3-0 واخر شي تعادلوا مع السويد بهدف لهدف وهيك البرازيل قدرت تروح للدور ال 16 وتلعب ضد منتخب الولايات المتحدة الامريكية وتفوز عليه بنتيجة 1-0 وبعدها تطلع على الدور الربع النهائي وتلعب ضد منتخب هولندا وكمان قدرت تفوز عليه بنتيجة 3-2 ووصلت على مربع الدهبي وواجهت منتخب السويد وفازت عليه بنتيجة 1-0 وتأهلت للدور النهائي بالمباراة النهائية لعبت ضد منتخب ايطاليا وتعادلوا الفريقين وراحوا لضربات الجزاء وفازت وقتها البرازيل بنتيجة 3-2 وهيك بتكون أخذت اللقب الرابع ببطولة كأس العالم مونديال 2002 والكأس الخامس للبرازيل بعدما البرازيل جابت اللقب الرابع بكأس العالم فاتت عن نسخة اللي بعدها يعني سنة 1998 بس هالمرة ما قدرت تأخذ اللقب لأنه خسرت النهائي قدام منتخب فرنسا بنتيجة 3-0 أما مونديال 2002 واللي كان وقتها على ملاعب كوريا الجنوبية واليابان وشفنا بهالبطولة الظهور الأول لمنتخب تركيا يلي أخذ المركز الثالث ويعى المنتخب البرازيلي بالمجموعة الثالثة مع منتخبات تركيا الصين وكورستاريكا ودرت البرازيل بنتفوز على تركيا بأول مباراة بنتيجة 2-1 وكمان فازت على الصين نتيجة 4-0 وفازت على كورستاريكا بنتيجة 5-2 وهيك بتكون تصدرت مجموعتها لحتى تلعب بالدور يلي بعده ضد منتخب بلجيكا وتفوز علي بنتيجة 2-0 وبعدها بربع النهائي فازت بهدفين لهدف قدام منتخب إنجلترا ورجعت فازت على تركيا بالنص النهائي بنفس النتيجة 2-1 واخر الشي بالدور النهائي فازت على المنتخب الألماني بنتيجة 2-0 وهيك بتكون البرازيل أخذت النجمة الخامسة بتاريخ كأس العالم ومن هذا الوقت لهلأ ما قدرت تاخد اللقب مرة ساتسين بس أكيد الترشيحات بتقول البرازيل مرشحة وبيقوة لتفوز بكأس العالم قطر 2022 وخصوصا كوكبة النجوم يلي موجودين بتشكيلته ولهم بتكون وسط حلقتنا لا نهايتها انتظرونا بحلقة جديدة اشتركوا في القناة